نذهب الآن بعد أن شرحنا الأبيات أو المقاطع إلى التطبيق ما ورد من أساليب ومن صور بيانية ومحسنات الأساليب التي وردت كان أسلوب الاستفهام وهو الطاغي على النص كيف حملت العارة ماذا تفيد ما للجمال مشوائدة أين أخفي وجهي المشوهة أجندلا أم حديدة لاحظوا كيف وهو اسم استفهام للسؤال عن العاقل عفوا للسؤال عن الحال كما نعلم ماذا تفيد للسؤال عن غير العاقل ما أيضا للسؤال عن غير العاقل أين للسؤال عن المكان إذن وهذه أسماء استفهام كما رأينا أجندلاً هذا حرف إذن ما سبق هي أسماء استفهام أما الهمزة فهي حرف استفهام وهنا لو سألتكنا الهمزة هنا ماذا تفيد هل تفيد طلب التصديق أم التصور نكمل أجندلاً يحملنا أم حديداً إذن هنا نستنتج أن تفيد طلب ماذا تصديق للتصور طلب التصور لماذا لوجود أم المعادلة في جملتها أعصافير أم صبية تمرح أم الماء من صخرة ينضح أحلم على جنبات الشام أم عيد لا الحب حب ولا تسيد تسيد أتحب الرياضيات أم اللغة أجندلاً يحملنا أم حديداً إذن الهمزة هنا حرف استفهام أنت في طلب التصور لماذا لوجود أم المعادلة في جملتها إذن هذه أساليب الاستفهام واردة في النص الأسلوب الثاني الذي وجد في النص وأسلوب النفي لم يبقى وهي لم تنفي حدوث الفعل في الزمن الماضي كمان أعلم لا يملكنا أيضاً هذه نافلة أعمل لها ولا أعكر أيضاً أيضاً هذه الأدات لا إذن لم ولا وفي النصال الأخير لا وهي أدوات النفي هنا هذا بالنسبة للأساليب طبعاً لا يوجد سواها البلاغة الآن هناك كثرة للاستعارة المكنية كما ترون عندما قال حملت العارة وأسائل الصمت الصمت يخنقوني مسيرة الأشجار قايدوا بنا الكلمات البائسة هذه كلها استعارات مكنية يعني لو أخذنا مثال أسائل الصمت شبه الصمت بالإنسان الذي نوجه له السؤال وحدف المشبه بقشع من لوازم وهو أسائل ومثلها مسيرة الأشجار شبه الأشجار بالإنسان الذي يسير وحدف المشبه به وأبقشع من لوازم وهو كلمة السير أو كلمة مسيرة إذن هذه الصور الأربع أو ست عفوا هي استعارات مكنية لاحظوا ورد معي دون أنهار يعبرون الأنهار دون أنهار يعبرون الأنهار ما العلاقة بين كلمة الأنهار وأنهار أليس الجناس تام الأولى إذن كلمتان تشابهتها بالحروف والحركات مع اختلاف المعنى دون أنهار من الانهيار ويعبرون آخر الأنهار الأنهار هنا جمع نهر جمع نهر فإذن هي جناس تام ورد معي أيضا المقدسة والمكدسة المنكسة هذا جناس ناقص صحيح نعم جناس ناقص تشابهت الكلمات بالحروف مع اختلاف بحرف واحد وإذا أردنا أن نقول عن هذه الكلمات على أنها تقفية داخلية هذا صحيح يعني المقدسة والمكدسة والمنكسة هذه تقفية داخلية ومثلها كان هناك تقفية داخلية في المقطع الثالث الغبار والبوار والأشجار والثرثار إذن هذه تقفية أيضا تقفية داخلية ورد معي من الصور ثياب العار وهي تشبيه بليغ ثياب العار تشبيه بليغ منكسر السيف كانت كناي يعني فارس مكسور السيف وكناية عن الهزيمة الراية المنكسة أيضا كناية عن الهزيمة عن الغلبة مغبر الجبين هي كناية عن التعب كناية عن الانكسار وإن كانت أحيانا تعتبر كناية عن القوة يعني عن الاستبسال لكن دعوها منكسر السيف كناية عن الهزيمة الراية المنكسة أيضا كناية عن الهزيمة مغبر الجبين كناية عن التعب عن الانكسار فم محشوب الرمال كناية عن كم الأفواه عن مصادرة الحريات إذن كناية عن تقييد حرية الرأي والتعبير العربات الفارهات كناية عن ماذا؟ عن حياة الرفاهية والسعادة التي يعيشونها يعني العربات الفارهات كناية عن السعادة والرفاية نسوة يسقنا في سلاسل الأسر كناية عن ماذا؟ أليست عن الذل؟ عن الهوان؟ عن الضعف؟ عن العار؟ نعم إذن نسرة يسقن في سلاس الأسر كناية عن العار كناية عن الذل هناك طباق إيجابي السل والفرار كلمتان متضادتان كما ترون يعني فهي طباق إيجاب وأيضا في أعين الرجال والنساء الرجال والنساء ممكن أن نعتبر على أنها أيضا طباق إيجابي يعني الكلمة هو ضدها هذا بالنسبة إلى كل ما في النص من أساليب ومن صور بلاغية ومحسنات بديعية سؤال ما نوع الأسلوب فيما يلي أجندلا وما دلات الهمزة أجندلا هي همزة استفهام نوع يعني أسلوب استفهام طلب التصديق كما قلنا السبب لوجود أمن معرف في جملته لا أعكر ولم يبقى هذه أساليب نفي بقي الذي الواجب وهي الوظيفة نتركها وهي بداية حفظ مقاطع النص كاملة وأؤكد كما في نصص السابقة حفظ النص كاملا دون استثناء وهذا يفيدني في تعبير في استحضار فكرة التعبير المناسبة إذن بداية حفظ مقاطع النص كاملة السؤال الثاني ما مفرد الكلمات التالية طعنات خوذات صبية الأضواء أيضا سؤال ما مفرد المعاطف متأطئات وقوافل السؤال الرابع بيّن العل الصرفي فيما يلي ما هي العل الصرفي قلت لم يبقى ما هي العل الصرفي وجئت مثخنا جئت فما العل الصرفي في هذه الكلمات الثلاثة ترجمة نانسي قنقر